بسم الله الرحمن الرحيم معاكم المهندسة سماح عبدالفتاح النهاردة هنكمل شارح ساينز للصف الثالث الاعدادي لغادي كنا وقفنا المرة اللي فاتت عن السيل ديفيجن وقلنا ان السيل ديفيجن اللو ليفينج سيل ديفادز انتو تو سيل او مور تو سيلز او مور خلاص تو ايم جروث او ريبرودكشن يبقى الهدف من السيل ديفيجن الجروث او ريبرودكشن النمو او التكاثر طيب عايزين يعرف التيبس او سيل ديفيجن ايه انواع الانقسامات عندي تو تايبس او سيل ديفيجن الفرس تايب اسمه مايتوتك سيل ديفيجن اللي هو انا بسميه مايتوزيس تمام والسكن تايب بسميه ميوتك سيل ديفيجن او بسميه ميوزيس يبقى انا عندي مايتوتك او مايتوزيس وعندي ميوتك او ميوزيس المهم اللي انتو تعرفوه ان المايتوتك او المايتوزيس بيحافظ على النمبر اوف كراموزوم يعني لو انا عندي النمبر اوف كراموزوم 2N يبقى النيو سيلز حيبقى ايتش وان فيها ايه 2N ايه ده بيرونت سيل تاني يبقى المايتوزيس بيحافظ على النمبر اوف كراموزوم لو البيرونت سيل فيها 2N يعني دايبلايد نمبر يبقى النيو سيلز فيها ايه 2N برضو طب انما الميوزيس او الميوتك ديفيجن ده بسميه ريداكشن ديفيجن انقسام اختزالي اللي بيقلل النمبر اوف كراموزوم يعني لو عندي البيرونت سيل الاساسية فيها 2N النيو سيلز حتبقى فيها ايه NK يبقى في الميوزيس البيرونت سيل فيها 2N لكن النيو سيلز فيها ايه N تمام طيب الميوزيس ده بيحصل في السوماتيك سيل في الخلايا الجسدية زي ما قلنا يعني ايه السوماتيك سيل يعني زي الكيدني والليفر والهارت وكل الاعضاء دي تمام انما الميوزيس تمام بيحصل في ايه الريبروداكشن سيل الخلايا التناسلية تمام وانا عايز اقول لكم بس حاجة عشان هنا فيه تركة يعني لو حد قال لي ان الريبروداكشن سيل النابروف كراموزومز فيها كام هقول له 2N يعني تاني الخلايا التناسلية في الجسم نامبروف كراموزومز فيها 2N الريبروداكشن سيل يا جماعة فيها 2N محدش يقول لي 1N لا طيب هي الحكاية ايه ان الريبروداكشن سيل دي بتطلع جاميتات فيها 1N ودي سرعان ما بتتقابل مع بعضها وتكون الكائن الجديد يعني ايه يعني في الفيميل في الفيميل في الانثة الريبروداكشن سيل دي بتعمل الأوفا تمام الأوفا دي فيها N تمام وفي الميل في الزاكر بيعمل السبيرم الحيواني المنوي السبيرم ده في N سرعان ما بتتقابل الأوفا مع السبيرم ويكونوا الزايجوت عشان يعملوا ايه الكائن الجديد لكن طول ما السيل inside the body يبقى هي فيها 2N يعني الريبروداكشن سيل فيها 2N تمام لكن هي بتطلع جاميتس الجاميتس دي فيها N عشان حتتقابل مع N تانية تمام طب هنبدأ نتكلم على الميتوتك سيل ديفيجن أو الميتوزز هو بيقول لي إنه هو kind of cell division occur in a somatic cell as which cell division into two new cell تمام each of them contain the same number of chromosomes as parent أو as parent somatic cell اللي هو اللي هو dipoloid number وعمل لي هنا الجراف ده يعني أنا لو عندي البرون cell أو somatic cell فيها 2N يبقى بعد الديفيجن أو بعد الميتوزز ديفيجن هتديني two cells كل واحدة فيها 2N يبقى دي النمبر في كروموزوم doesn't change تمام طيب قال لي side of occurrence occur in somatic cell somatic cells only تمام طيب زي ايه زي skin والليبر والكيدني والبانكورياس ده كلام ده في الهيومن والانيمال إنما بالنسبة للبلانس السوماتيك سيل زي الروتس والستم والليفز والسيدز كل دي سوماتيك سيل طيب بيقول لي ايه عندي some cells not divided at all عندي بعض الخلايا ما بحصلش فيها انقسام ليه بقى اول حاجة بيقول لي neural cells وتخلوا بالكم neural cells اللي هي الخلايا العصبية وعندي adult red blood cells اللي هي كرة الدم الحمراء بالنسبة للبالغين يبقى دول ما بيحصلش فيهم divide division at all ليه هنعرف neural cell doesn't contain central zone والأدل cell doesn't contain nucleus طيب ايه يعني ما فهمش central zone أو nucleus دول اللي بيلعبوا المين role in division process يبقى انا عندي اهم حاجة في division process central zone وال nucleus دول بيلعبوا المين role in division process طيب فالneural cells ما فيهاش centrosome والأدلت red blood cells ما فيهاش nucleus تمام طيب ايه اهمية الميتوزس الميتوزس division اللي بيحافظ لي على number of chromosome عندي number one compensation of damage cells يعني ايه يعني دلوقتي انت لما تتجرح في صباح ايدك ويحصل ان جزء كده يتقطع تمام خلاص الجسم بيقوم بعملية ال compensation تعويض cells دي اللي تقطع تمام وبعد 3-4 تيام او بعد اسبوع بتلاقي الجرح رجع تاني والجلد رجع تاني وقفل وتمام والجزء اللي كان غائر او الجزء اللي كان مقطوع حصل له compensation اكي معادلة او تعادل يبقى ازاي بقى حصل عن طريق ايه حصل عن طريق الميتوز division حصل انقسام للخلايا انقسام لغاية لما ايه عملت compensation of the damage part تمام number two completing sexual reproduction process هناخد بعد كده الاسم عندي sexual reproduction وعندي sexual reproduction sexual reproduction يعني ايه تكاثر لجنسي تمام بيحصل بعد الطرق هناخدها يعني انا عندي five methods of sexual reproduction يعني عندي by body by binary vision عندي by spore propagation عندي vegetative عندي هنتكلم عليها في وقتها طيب بيبدأ reproduction بحاجة من الحاجات زي وبعد كده بيكتمل e growing by my tos يبقى هو complete sexual reproduction number three growth of living organism عملية نمو الكائنات يعني البيب صغير ازاي بيكبر يعني ازاي liver بتاعه بيبقى صغير ويكبر ازاي heart بتاعه بيبقى صغير ويكبر ازاي الدراع بتاعه بيبقى صغير ويكبر كل ده عن طريق my toes division انقسام الخلاء فده بيعمل عملية growth of living organism تمام طيب هنا حتكلمني على phases of my toes before starting my toes فيه phase كده اسمه ايه اسمه interface تمام الانترفيز ده بسميه الفيز التحضيري الانترفيز الانترفيز ده has an important rule before starting ازاي give reason بيقول ليني الانترفيز has important rule before starting بيقول لي الانترفيز بيعمل الانترفيز prepare prepare cell for division by two steps او two things number one occurrence of some important biological process بيعمل بعض العمليات الحيوية المهمة وطبعا هو مش ذاكرها لنا مش وقت دراستنا تمام يبقى بيعمل some important biological process number two duplicating amount of genetic material الDNA بيدابل بيدابل يعني بيضاعف كمية الgenetic material او الDNA طب يعني ايه معنى كده ان التوق هتبقى فورقل لا هو مش مش بيعمل مش بيلعب في عدد الكروموزوم لكن بيعمل multi كابز بيعمل نسخ كتير للDNA بحيث بقى لما الcell او parent cell يحصل لها division into new cells يبقى each new cell contain the complete copy of DNA يبقى كل واحدة عندها complete copy بتاعتها النسخة بتاعتها الكاملة بتاعت الDNA تمام وده اللي هو عملهولي في التوضيح الdefinition بتاع الانترفيز the phase which is occurred before starting the cell division process يبقى اول حاجه بيحصل before starting the cell division تاني حاجة ايه the cell prepares for division by occurrence of some important biological process number three in duplicating the amount of genetic material الDNA يبقى ذا الdefinition بتاعه طيب هنا بيقول الكرومزوم which consist two chromatides don't appear before cell division يعني before cell division الكرومزوم appear as one chromatide يعني بيبقى واقف بشكل مش هوريزونتل بشكل كالكده يعني بيبقى الاتنين مستخبين وربع تمام بيبان كأنه one chromatide بيبان لكن هو في الحقيقة two chromatide خلاص لكن during البروفيز بيبقى الكرومزوم appear in the form of two chromatide connected with centromere بيظهر بشكل الحقيق كده بيبقى before cell division بيبقى مش باين إن هو two chromatides تمام لكن في الانترو فيز أو during البروفيز بيبان إن هو two chromatides connected with centromere تمام طيب إيبقى الفيز of mitosis division number one البروفيز number two mitafiz number three anafiz number four telophize يبقى برو mita anatelo برو mita anatelo برو mita anatelo قبل ما نبدأ شرح division لازم تبقوا متخيلين الشكل ده كويس دي السل تمام السل فيها two central zone تمام وجوه السل النيوكليس تمام النيوكليس بيحصل في النيوكليس تمام لإن النيوكليس هي اللي فيها الjenetic material وهي اللي فيها كل حاجة مهمة النيوكليس دي عملة زي الغار بالنسبة للبادي تمام يبقى دي مهمة هي اللي هيطلع منها عشان تشد الكراموزوم خيوط كده اسمها دي بتشد الكراموزوم تمام وعندي جوه جوه النيوكليس في كروماتين ريتاكليم الكروماتين ريتاكليم دي يعني اللي هي الjenetic material وعندي النيوكلير ميمبراين الغشاء الخارجي عشان نعرف الديفجن هيتم ازاي اول حاجة هوا هنا مكلمني على البروف هز قال لي في this هز اول حاجة الكروماتين ريتاكليم كوندنس احنا قلنا ان الجيناتك material هيحصل لها دابلي كيتن قلنا قبل كده الكروماتين ريتاكليم كوندنس حتتكسف تمام يعني هيحصل لها دابلي كيتن appear in form of long thin double strings long thin double strings هيبان الكروموزومز بشكله كده long thin double strings تمام شكله يبدأ يتضح كويس جدا طيب at the end of this phase في الاخر النucleus والmembrane النucleus والnuclear membrane disappear تمام ليه هنشوف عشان يبدأ central zone يسحب الكروموزومز تمام طيب a network filamentous fiber called spindle fibers spindle fibers دي ايه دي خيوط بتطلع من elcentrosome spindle fibers دي formed extended between two balls of the sel بين قطبي الخلية تمام each chromosome connected with one of spindle fiber by centromere فاكرين احنا قلنا الكروموزومز عبارة عن two strings مربوطين في النص كده بحاجة اسمها ايه centromere هال spindle fiber الخيوط زي هتبدأ تشد الكروموزومز من عند elcentromere تمام شايفين الشكل ده اهو elcentrosome بتطلع spindle fibers اهي تمام تبدأ الكروموزومز تظهر بشكلها كده long thin double strength تمام يبدأ كل كروموزوم يconnect with spindle fiber from the centromere يعني ايه طب حد يقولي تتقسم ازاي حقولك مش هتتقسم كل كروموزوم هيتربط من فوق ومن تحت كل كروموزوم هيمسكوا spindle fiber من فوق من عند elcentromere اللي فوق ويمسكوا spindle fiber من عند elcentrosome اللي تحت sorry كل each كروموزوم connected with spindle fibers from a centromere above centromere وال under centromere تمام طيب عندي بقى الميتافيز الميتافيز تعرفوا بس ان هم هيترسوا equator بالعرض يترسوا كده فعشان كده بقول ايه في centromere في الميتافيز الكروموسوم arranged at the cell equator الكروموسوم arranged at the cell equator بس بالمنظر ده ده كل اللي بيحصل في الميتافيز تمام في الان فيز اللي هيحصل elcentromere splits lengthwise into halves اللي هيحصل طيب عندي spendel fiber بتشد elcentromere من فوق و spendel fiber بتشد elcentromere من تحت اللي هيحصل ان elcentromere splits into halves centromere نفسه هيتقلس من الصين تمام centromere اللي بيربط el2 chromatides of the chromosome هيحصل splat into two halves تمام يبقى بيقول ان elcentromere splits lengthwise into two halves طيب وبعدين قال لي the spindle fiber begin to shrink هتبدأ تشد هي بدأت تشد لغت لما قطعت ونصفين spendel fibers begin spendel fibers دي شريرة begin to shrink هتبدأ تسحب الكروماتايد اللي هي خدته towards the pool خلاص يعني يقول لي each group of chromatides migrates towards one of the cell pools شايفين شايفين الكروماتايد كل الكروماتايد اتفك لtwo chromatides chromatides تلع فوق و chromatides نزل تحت عمدينها بألوان مختلفة عشان تعرف يعني انا عندي كروماتايد red red color ده اتفك خلاص لtwo chromatides two chromatides خلاص one chromatides طلع و one نزل تحت ال green chromosome اتفك والcentromere split into two halves خلاص و one chromatides leave toward the upward pool و the other chromatides leave toward the downward pool بالشكل ده اهو chromatides contain single chromatides تمام طيب التالو phase و the last phase اللي بيحصل بقى خلاص انا قلت ايهو each group of chromatides leave towards the pool خلاص الspendal fiber كده عملت مهمتها وشدت ايه الكromatides خلاص disappear يبقى spindle fibers disappear nuclear membrane formant around ايه each group يبقى حيبقى عندي two nuclear membrane خلاص nuclear membrane غشاء حيتكون حوالين north group و nuclear membrane around the south group تمام ايه بقى تاني nucleus is formed كل مجموعة each group of chromatides هيجيلها ايه nucleus جديدة nucleus is formed تاني الكروموزوم دي هتتحول inside each nucleus convert into chromatine reticlium يعني ايه chromatine reticlium يعني تكمل نفسها بدل ما يبقى chromatide هيكمل نفسه ويبقى معاه chromatide تاني ويطرب معاه عشان يبقى ايه chromatide كامل خلاص يعني تاني يعني الكروموزوم دي convert into chromatine reticlium يعني هترجع بشكلها الطبيعي وتكمل نفسها يبقى nucleus is formed يبقى هيبقى عندي nucleus فوق ونيوكليus تحت عشان هيبقى عندي two new cells الكروموزوم convert into chromatine reticlium again at the end of this phase the two new cells تمام the nucleus of each of them contain complete number of chromosomes to n يعني تلاحظوا في الاول كان عندي مثلا ايه four chromosomes خلاص طيب عشان العدد ما يتقصرش فك كل chromosomes لتو chromatine بقى عندي ايه eight chromatines تمام بقى عندي eight chromatines تمام طيب كل centrosome سحب four chromatine وبعد كده تكمله فبقى عندي four رجعنا تاني the same number four chromosomes و four chromosomes يبقى ده الميتوز تمام اهو ال two n يدون two new cells each cell contain two n number of chromosomes هنا بيقول ل تغيرات عكسية اللي بيقول changes in telophase adverse to changes in pro phase هي فعلا عكس في ال pro phase ال pro phase النucleus بيحصل الله دي سبير وال membrane دي سبير تمام وال spandle fiber formed تمام حاجة في telophase حيبقى l-adverse change بالضبط النucleus formed وال membrane formed تمام spandle fiber دي سبير فهو adverse change فعلا of pro phase طيب هنا بيقول in animal cell spandle fibers formed by centrosome طيب زي ما احنا درسنا لكن في plant cell spandle fiber جاية من condense centrosome تمام هنا بيقول science and technology and society طيب اللي transplantation ايه التطبيق بتاع الميتوزيس اللي عملية زراعة الكبد liver transplantation يعني ايه يعني بياخد part of a liver يعني some somatic cell such as liver not divided in normal conditions دي مش بتنقسم في الحالات الطبيعية بس ايه certain circumstance في ايه وضع معين for example liver gets injured or part of it is cut ماشي اللي cell undergo many my totic division to compensate the missing part يعني لو الانسان لقدر الله جزء من الكبد بتاعه حصل له cutting او injured طبعا ايه الباقي بيحصل ايه mitotic division او اللي بسمي mitosis division to compensate the missing part تمام طب هم استفادوا من الحكاية دي في ايه في عملية liver transplantation process زراعة 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 الكبد ازاي بقى اللي ايه format to replace the infected patient's liver لو انا عندي مثلا كبد مصاب مريض مصاب جدا الكبد بتاعه with a part of a healthy donors بجيب جزء من كبد صحيح لانسان متبرع تمام healthy donors liver هعمل ايه بقى the liver of each of them is completed due to a mitosis division يعني حدي الشخص المصاب ده هشيل الكبد بتاعه وحط له جزء من healthy donors liver الشخص الاصلي liver بتاعه هيعمل compensation والجزء اللي في الشخص المصاب هيعمل compensation وينمو كبد جديد عنده فده التطبيق اللي انا استخدمته في الحياة العملية تمام شايفين كان نوحش ازاي ومصاب بنشيله تماما وناخد جزء من healthy donors liver ونزرعه نعمل liver transplantation الجزء ده بينمو ويرجع الكبد كامل عن طريق الميتوزيس طيب ذكروا درس النهار ده كويس المرة جايح هشرح الميوتك division او الميوزيس division وده اللي بسميه reduction لان الحقيقة الدرس ده بسيط لما يتفهم يعني تمنيتي ليكم بالتوفيق ما تنسوش اللايك والشير والسابسكرايب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة